مجلس محافظة البصرة طالب بضرورة تضمين موافقة الحكومة على ما ورد بشأن استحقاقات المحافظة من حصة البترو دولار في قانون موازنة 2017 فيما اتهم نواب المحافظات غير المنتظمة بإقليم بعدم الوفاء بتعاهداتهم وقال رئيس المجلس صباح البزوني أن الحكومة المحلية تطالبت بإعادة مشروع موازنة 2017 إلى الحكومة الاتحادية لتعديلها وليست تضمين الموازنة فقرات جديدة كما جرى في السنوات السابقة وأدى إلى الطعن بالقانون من قبل الحكومة بالتالي ضياح حقوق البصرة